الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أحبة الأعزاء في محاضرة من محاضرات المسجد الحرام التي تعنى بترسيخ مفاهيم الوسطية ومواجهة الانحرافات الفكرية من ضمن محاضرات الدورة العلمية الفكرية الأولى في المسجد الحرام تحت إشرافي معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس بارك الله فيه وفيكم جميعا أتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أثر مصادر التلقي على الأمن الفكري ونحن في هذا الباب نحتاج إلى تعرف أربعة أنواع من مصادر التلقي ومن ثم معرفة الضوابط الشرعية في كل واحد من هذه المصادر فأما المصدر الأول فهو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وقد أمر الله جل وعلا بتحكيمهما والرجوع إليهما فقال فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلها وهذه المصادر لا بد أن يعرف أن هناك من يحاول أن يدخل في مصادر التلقي من هذا النوع ما ليس منها وبالتالي يقع لبس عند بعض الناس بسبب ذلك فالذي يعول عليه في هذا الباب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإن فيهما سعادة الدنيا والآخرة كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ومن علامة الإيمان الأخذ بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة كما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وحاول بعض الناس أن يوجد مصادر لأتلقي مغايرة للمصادر الشرعية فمن أمثلة ذلك أن بعض الناس جعل المنامات مصدرا من مصادر استخراج الأحكام ومصدرا من مصادر التوجهات الفكرية بينما هذه الرؤية المنامية قد يعتريها ما يعتريها سواء من جهة تلبيس الشيطان على العبد في منامه فإن بعض المنامات وبعض الأحلام تكون من الشيطان كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون في تفسيرها ما يخالف ظاهرها وما يظن أنها تدل عليه وبالتالي لا يصح التعويل على هذه الرؤى وترتيب الأحكام الشرعية ووضع المناهج الفكرية بناء عليها ومما يتعلق بهذا الأحاديث الضعيفة فإن الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعول عليه أو أن تبنى عليه الأحكام أو العقائد ومن هنا نجد أن بعض الانحرافات نشأت من الاعتماد على روايات ضعيفة جدا أو موضوعة وعدم التمييز في أسانيد هذه الروايات كما أن من ما يجعله بعض الناس من مصادر العقل من مصادر التلقي ما يسمونه بالعقل ويجعلون العقل معيارا تميز به الأمور بل دليلا يستدل به وهذا فيه ما فيه فإن العقول متفاوتة فلا يصح أن يعول على ما لا ينضبط ثم إن العقل البشري قد يعتريه من جوانب النقص ما يجعله لا يصل إلى الطريق الصحيح والهدف المستقيم وبالتالي يكون هناك ضلالات وكم من أمر ظن الناس أنه خير وهدى بعقولهم المجردة فكان الأمر على خلاف ذلك وبالتالي لا يصح أن يعول على مثل هذا هكذا نجد أن بعض الناس قد يعول على بعض الكلمات التي وردت عن بعض الأئمة ولا يلحظ السياق الذي وردت فيه ولا المحل الذي قالها ذلك الإمام ثم إننا نجد أن من يحاول أن ينقل بعض طلبة ينقل عن بعض طلبة العلم عن العلماء كلمات ليست مبنية على دليل صحيح فإن هؤلاء الفقهاء ولا إما قد يقع منهم الخطأ وقد يظنون أن حكم الشريعة في باب ويكون الأمر على ضد ذلك ومن هنا لا بد من مراعاة هذا الجانب ومعرفة أنه ينبغي بالإنسان أن لا يعتمد على ما لا يصح الاعتماد عليه بل الواجب أن يعتمد الإنسان على الدليل الصحيح وأن يترك ما يظن أنه من الأدلة وهو ليس منها النوع الثاني من أنواع مصادر التلقي ما يكون تفسيرا لهذه المصادر الشرعية فإن بعض الناس قد يؤول مدلولات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومن ثم يصرفها على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنطلق علينا أن نتبين التفسير الصحيح لهذه الآيات وكم من آية في كتاب الله وكم من حديث في سنة رسول الله نزلت على غير مرادهما فكان ذلك من أسباب وقوع الضلال ومن هذا المنطلق علينا أن نميز في كثير من ما يطرح من الآيات والأحاديث ما هو المراد منها وما هو معناها وأن لا ننخدع ببعض تفسيرات أولئك الأقوام ثم إن الآيات القرآنية قد يكون فيها عام ورد عليه مخصص وقد تكون مطلقة ورد عليها مقيد وقد تكون مصروفة عن ظاهرها فمثل هذا لا يصح أن يعول على مجرد ظاهر هذه النصوص حتى يعرف ما قد يرد عليها من المخصصات والمقيدات والموضحات المبينات لمعانيها وبالتالي فتفسير الأحاديث والآيات لا يقبل من أي أحد وإنما يكون من الثقات الذين يعرفون بالعلم الصحيح والذين يعرفون بالتعمق في هذا الباب وأما مصدر التلقي الثالث الذي ينبغي بنا أن نعتني به فهو ما يتعلق بنقلة شرع الله عز وجل ودينه فإنه ليس كل أحد من الناس يكون مؤهلا لنقل شرع الله عز وجل ودينه وخصوصا فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بعموم الأمة فإن مثل هذه القضايا لا تقبل إلا ممن عرف بثقة وعرف بعلم وفقه ولذا قال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتحرى من هو الموثوق ممن ينسب إلى العلم من هم العلماء حقيقة وهناك فرق بين الراسخين في العلم وبين أولئك الذين يتم تصديرهم في بعض وسائل الإعلام وهم ليسوا من الراسخين في العلم ولعل هنا أذكر ببعض الصفات التي يتحلى بها الراسخون في العلم فمن ذلك أنهم يجعلون الناس يستعدون للآخرة ويجعلون الآخرة بين أعين الناس يهتمون لها ويعملون لها ويقصدونها في أعمالهم وذلك أن أولئك الأشخاص الذين يجعلون الخلق يقصدون الدنيا ويريدونها يخالفون منهجا رب العزة والجلال ولذا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى بل تثيرون الحياة الدنيا ولا آخرة خير وأبقى وقال جل وعلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال سبحان من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إذا تقرر هذا الأمر فإن من الصفات التي يتصف بها الراسخون في العلم أنهم على دلالة للخير فيما يتعلق بأمور الناس فهم لا يبنونها على الظواهر وإنما يبنون أحكامهم وأقوالهم على النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالراسخ في العلم لا ينطلق في فتاواه إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب الذي هو الصفات الراسخين في العلم أنهم يخاطبون كل واحد من الناس بما يتناسب مع حاله مما يوافق النصوص الشرعية وهكذا من صفتهم أنهم ينظرون إلى النصوص جميعا فلا يعملون ببعضها ويتركون بعضها الآخر وإنما يجمعونها جميعا ثم يحكمون بها بحيث يزيلون ما قد يتوهم من وجود التعارض بين هذه النصوص الشرعية وأما النوع الرابع من أنواع مصادر التلقي فهو ما يتعلق بالأخبار العامة أو الخاصة فإن مصادر التلقي ينبغي أن تكون موثوقة مأمونة فليست كل وكالة أخبار تكون مأمونة وكم وجدنا بينهم من محاولات بس السم في الدسم ومحاولة تغيير الحقائق قد يكون السياق الظاهر سياقا صحيحا ولكن يكون هناك ما يتخالف مع الواقع والحق ولذا جاءت النصوص الشرعية بالأمر بالتحري والتوثق فيما يتعلق بمن ينقل الأخبار كما في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الأحاديث قبل أن يتأكد الإنسان من صحتها وموثوقيتها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد ورد بئسة مطية الرجل زعموا بئسة مطية الرجل زعموا ومن هنا فإن الإنسان قبل أن يتحدث بأي حديث عليه أن يراعي مصدر ذلك الخبر هل هو من المصادر الموثوقة أو لا ومن الأمور التي أيضا ينبغي أن يعول عليها في هذا الباب أن الإنسان لا ينبغي به أن يتسلط على أمور لا تعنيه ولا تتعلق بعمله وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذا تقرر هذا الأمر فإن من الأمور التي يحسن بالناس أن يراعوها وأن يولوها العناية التامة أن لا يشغلوا أوقاتهم بما لا يعود عليهم بالنفع وذلك أن العبد مأمور بطاعة الله عز وجل والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى فإذا اشتغل الإنسان بذلك كان هذا من أسباب سعادته وقيامه بالغاية التي خلق من أجلها وأما إذا اشتغل بخلاف ذلك فإنه حينئذ سيجعل جزء من وقته على ما لا يعود عليه بالنفع ومن هنا فعل الإنسان أيضا أن يحذر من أن يكون محلا لنقل الإشاعات الكاذبة وأذكر في هذا بعدد من الوقاع التي وقعت في تاريخنا مما كان له أثر في حياة الناس أول ذلك حملات التشويه الإعلامي التي قام بها الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صد الناس عنه وعن الاستجابة لدعوته فما من كلمة سيئة رديئة إلا وقد قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائلهم إن هذا إلا سحر يؤثر ويقول الآخر هو كاهن من الكهان يخبرنا بما غابا عنا ويقول الثالث انظر إلى نظم كلامه إنما هو نظم الشعراء ونحو ذلك من الكلمات التي تكلموا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن بقية العرب لتقول قومه أعلم به فيكون هذا من أسباب صد الناس عن دعوته فإذا تقرر هذا الأمر فلابد أن نعلم أن هذا النموذج من نماذج الحملات التشويهية هو النموذج لمصادر التلقي غير الموثوقة وغير المأمونة والنموذج الثاني من النماذج التي وردتنا في تاريخنا ما فعله أحبار اليهود حينما حاولوا تشويها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته فمثلا في حدثة عبد الله بن سلام لما جاء وأسلم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهد وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني فأرسل إليهم فاسأل عني فأرسل إليهم فقال أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا وذكروا فيه ثناء طويلة فخرج عليهم عبد الله بن سلام وشهد عندهم شهادتي الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالوا هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهرنا إلى آخر ما قالوه عن عبد الله بن سلام وهكذا قال اليهود لأهل مكة أنتم أقرب للحق من محمد وأثنوا عليهم وأثنوا على ديانتهم وقال تعالى لتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور والنموذج الثالث من نماذج الإشاعات المغرضة ما تداوله أهل النفاق من إشاعات من أجل تصبيط المؤمنين عن طاعة الله عز وجل ومن أجل إحداث الخلل في المجتمع الإسلامي فأنظر مثلا لما صدوا الناس عن المشاركة في غزوة أحد حتى رجع ثلث الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نصرته وهكذا قال قائلهم لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل وطالبوا الناس بأن لا ينفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسخرون من المؤمنين ويلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم كما ورد في عدد من الآيات بل كان منهم محاولات لإظهار أنهم أهل خير وأهل صلاح من أجل أن يروج أمرهم على الناس حتى أنهم بنوا مسجداً من أجل أن يفهم أنهم أهل الصلاة وأهل الخير وإنما بنوه إرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وإمعاناً في محاربة دعوة الإسلام حتى نزلت الآيات في الأمر بهدم ذلك المسجد والتعريف بحقيقة أهله ومن نماذج ذلك ما يتعلق بحادثة الإفك التي هي حادثة عظيمة حيث روج المنافقون أحاديث السوء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذباً وزوراً حتى نزلت الآيات التي نزلت في براءتها وانظر مثلاً إلى قوله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى أن قال جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم يعني أن هذه الأخبار التي ترد إليكم ترد إلى آذانكم ثم تمرونها إلى ألسنتكم فتتحدثون بها كأنها لم تمر على عقولكم ولذا قال تعالى لو لا يسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ولذا فإن من طرائق المبطلين وأهل المناهج المنحرفة محاولة تشكيك الأمة بعضها في بعضها الآخر بحيث يظن كل واحد منهم السوء والشر في الآخرين ولا يظنوا بهم الخير ولا يحاول أن يعذرهم على أفعالهم ومن الأمور التي تتعلق بهذه الواقعة العظيمة أن محاولات هؤلاء المغرضين المنافقين للنيل من عرض أم المؤمنين لم تكن شيئاً لأن الله قد أنزل براءتها في كتابه بآيات تتلى إلى يوم القيامة فالمقصود أننا ينبغي بنا أن نميز المصادر الصحيحة للتلقي سواء كانت من الأدلة أو كانت من يشرحها أو كان أولئك العلماء الذين نسترشد بهم ونسيره على طريقتهم وعلى وفق توجيههم أو في مصادر المعلومات التي نستقي منها الأخبار فليس كل من تحدث بحديث يكون صادقاً في حديثه وإنما هناك من هو مغرض يريد الشر والسوء وهناك من يريد أن تزول النعمة التي عندنا من نعمة الاجتماع والتآلف والتمسك بدين الله عز وجل والخيرات الدنيوية التي توجد بين أيد الناس وهكذا هناك من يحاول أن يورث المجتمع فرقة ونزاعاً بدون أن يفكر في عواقب الأمور حيث إذا ادلهمت الأمور أخذته في من تأخذ وبعض الناس لا يميز حقائق الأمور وبالتالي تجده يسير على مقولة قيلت قبله بدون أن يفكر في حقيقتها أو في آثارها إن التفكير في عواقب الأمور وما تقول إليه هو شأن العقلاء في كل زمان بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما سأله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة